وإلى أسواق النفط فقد حققت أسعار نفط برينت مكاسب أسبوعية بنحو 1% وسجل 43 دولار و71 سنة للبرميل أما أسعار الخام الأمريكي فاستقرت بمعدل 41 دولار للبرميل بدعم من توقعات وكالة الطاقة الدولية لحجم الطلب في العام الحالي التي ما زالت متأثرة بالمخاوف من زيادة حالات الإصابة بالفيروس خاصة في الولايات المتحدة وهو ما يؤخر تعافي استهلاك الوقود